السلام عليكم كوشي مزيان ان شاء الله يتكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في افضل صحة و افضل سلامة يا ربي اليوم ان شاء الله كما تشوفوا اجبت لكم واحد الكيك اللي صراحة هو كيك عادي ولكن كنسقيوه بواحد السوس اللي كتجي هائلة و كتجي زوينة و كتجيبوا بنين بزاف بزاف و ان شاء الله سأعجبكم وسلح لنا ان شاء الله فهد السهد لانه يبرد يجي غزال و يجي زوين بسم الله على بركة الله كما قلت لكم بالنسبة للمقادر فهي مقادر العادية الكاكل العادي اللي كنديره ادنا 4 البيضات ادنا اه 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 يعني مع مرش ديال الزيت و ادنا كاس ديال سانيدة و ادنا كاس ديال مع مرش ديال الحليب و ادنا ياغورت اللي ديال الفاني صافي و عندنا هنا اه 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 انا تماندي اربعة ديال الكيسان ديال العنبات ديال الدقيق الفرص ما غاديش مغربل و غادي ان شاء الله اة اه اه الندير عن الحساب accommodation كما كتيروا هنا اه ظن najد برا لبيضات و نضيف لهم واحدة القبيصة ديال الملح و ايضا غادي نضيف لهم ان شاء الله ديال belki السكاء الاف اهpine ونضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الفاني اه سائلة اه توميلا عندكم الساشي غديروا الساشي واحدة لان هاد الكيك هاده غادي جيب نكهات الفاني لا بريدوا تعودوا الحليب بالكاس الى الليمون ان تواكي جيزوين يعني البرتوقال بريدوا ايضا تعودواه بالبال الحمض التواكي جيزوين مع القشور دياله وعسر دياله سافر من بعد غادي نبقى مطرر بمزيان هاد هاد الهاد الهاد الهد الهاد الى الخاليات هذا وانا كنضيف شوية بشوية في ذاك الكاس ديال الزيت كما كتشوف من بعد كنبقى نضيف اسميتو الحليب حتى هو غادي نبقى نضيفو شوية بشوية وكما كلكم اللي بغايت تعودو الحليب بكاس ديال البرتوقال او لا عودوه ولكن ما ديروش دانون او لا ياغورت من بيت كما كتلكم انا سيتم اتكرت لكمش في اول مقادير جوجيال الخمارات ديال 7 جرام غادي نضيفهم دابا مع دقيق سفي وغادي نخلط ايضا الكل جيدا بالنسبة لخالط خسو يكون نجينا يعني خالط لي هو كريمي هاتشي هلاش يعني تقدرو انكم تخدمو حتى بالاضطراب اليدوي ماشي مشكل اي هو في الاول ضروري ما نخدمو مزيان ديك البيض مع مع السنيدة باش كي يجي اه تيتدفع الحجم ديالو باش كي يجينا زوين كيك وكي يجين فش فش كما كتشوفو والخصو يجي بهذا الحجم هذا يعني يجي هكا يعني يجي الخالط كريمي وما يكونش جاري بزاف صافي من بعد انا صيبت ديك ديك اللي لقائل اللي غدين دخل فيه هاتو الكيك هذا ديك فيه زبدة والضاقيق والتشيتو بالضاقيق صافي غدين دخله كما كتشوفو صافي غاد ينسكوب ديك ال collecting ديالي وغادين دخله ان شاء الله الفرن منسبة الفرن كالعادة يعني غادي ديكون عندنا سخون من قبل من بعد الآن سوف نشعله تحت على 170 درجة من بعد نجعل الكيك بدأك يطلع و نشمو ذاك الريحة الكيك عاد نطلع الى بلينة انه من الاحسن لا نحلوش على الفران ثاني بلينة ان ذاك الكيك طلع عاد نشعل عليه الفوق باش يتحمر سوف ندوز ان شاء الله لذلك السلسل كما تشوفوا لدي كاس مع مرش الحليب يعني كاس مع مرش الحليب كاس الارب السكر السندة و كاس الارب و كاس الارب نيدو بودرة يعني حليب المجفف كما تشوفوا سوف نضيف الحليب ثم نضيف بودرة الحليب و نحتفظ فقط بالزيت الزيت النباتية سوف نطلب مزيان ذاك العناصر هاد المرحلة هاد هاد المرحلة هاد تقدروا تدروها بتطرب هادا بتطرب ديال يعني التطرب الكهرباء اللي كندرو به العسير ذاك التطرب اليدوي يعني اي ارهوة ضروري 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 خاصوا انه يتطرب مزيان بالفعل انه يزيل يعني على التطرب ليس يبقى جاري سوف نضيف ذاك الازال اذا كنضيف نضيف هذا الزيت ونحسون بالقوام القوام من الكريمة هذه الكريمة التي سنطلقها بها الكيك نحسون بأنها بدأت تجمع يعني ما بقتش جارية هنا عادي نوريكم من بعد وهايا كتبا معكم انها يعني ما بقتش جارية سافحتا نكملوا ديك الزيت كامل اللي اللي كي يكون عندنا هوا سافين بعد ما تنسالي وشوفوا كيفاش كتجينا ديك السلسة كتجي خاترة وكتجي زوين كتبا مع تي البنات واحد الماداق فيها رائع رائع جدا وهذه كتبا بديلة حتى للشوكولات البيضاء مثلا لا بغيتو انكم تستغنى وما كانت شاندكم شوكولات البيضاء واحد نهار كتدروها بلاست لشوكولات ولكن واحد الحاجة للبنات ضروري ما تدخلو السلسة تبرد مزيان يعني تبرد 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 على الاقل تبقى الفتلاجة واحد الساعة دي المقاني يعني كتولي كتزيد شد فرصة فانا هاد القضية درت واحد الخطأ خايب هي انني ما خليش السلسة بردات مزيان خليتها واحد العشر دقايق والكيك كان سخون فانا فاش خرجتو خويتها سكالفي يعني ما دابت لي فهمتو يعني ما جايش هي نغمال مخاصها تجيها كباينة وتجي شد فهمتو انا بحالي دابت لي هاتو ما دي تلاحظو ما ديروش هاد الخطأ هاد الخطأ هادا هاد الخطأ هادا لدرت سرا خايب يعني خاصتكم تخليوا الكيك حتيه برد مزيان والسلسة برد مزيان اعاد تسكبوها باش كتجيش عاقدة على الكيك وكيجي المنظر ديلها احسن اه كنتمنى البناس انه وينل اعجابكم هاد الفيديو هادي متنساوش النصيحة اللي قلت لكم ديل انكم ضروري الكيك يبرد والسلسة تبقى في اللاجاء ساعة دي الميانة على الاقل صافي اني قاعدت تلدرتوها الصبح وخليتوها تلعشية من الاحسن اه شكرا على حسن المتابعة كنتمنى ان شاء الله يلعجبكم الفيديو تبغتاجوا مع صحبكم وحبابكم كيف مالعادة ومحبابكم في قناتي وقناتكم ام ياس水 energies chainsاماتات ماشتوني باللي لايك والبغتاج محببكم وصحبكم ترحيل الكيك يجي رائع لو بلدي جلبات et la ce at least rarely be jazuda شكرا مناسبة على الشباب شكرا على الفيديات السيطة شكرا على تعليقكم رائعة و زوينة التي تحفظني بزاف 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 صراحة غلت تعليق الحمد والله قالت للم شاب والدينwi fatigue تشجعيني شكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله سلام عليكم